اش عندك اليوم كما العادة مع سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التوصية لإرشاد المستهلك مرحبا بك سي لطفي مرحبا نوارتنا عايشك بوجودك اليوم بش نحكيه على الكنام نحكيه على الكنام نحكيه على صحة المستهلك نحكيه على التكلفة متاع الصحة المستهلك ليه ولات باهظة ولات كبيرة مقارنة مع مداخله تعرف اللي أكثر من ستين في المئة من التونسي يمشي شريدوية من غير تبيب خاطر كلفة متاع تبيب غالية كيف كيف زادة قريب ستين في المئة من التونسي داوي وكما نقول نحن داوي بالعربي فبتني الخاطر تكلفة متاع التكلفة متاع دويات خاصة اليوم خاصة دويات اللي قاعدة تجينا من بره أسوهمها قاعدة تطلع برشة برشة ولا تنسي في فضل أنه يتصرف كما نقوله ياخد دويات من الفرماسي ديريكتو ما وإلى ساعات حتى يمشي يعدي عند التبيب ويكتب من ربيل يقدر عليه وهذا ما تسمع لغوم صحيح نحن ديما نأكدوا على كونه في الوصفة الطبية يتحط الاسم العلمي للدواء مش الاسم تجيري هتعرف فرق كبير بين الاسم العلمي واسم تجيري في السوم على خطر كي تعرف لكنا ما ترجع كان على الدواء الجنيس الأرخص موجود في السوق ما تعطيكش الدواء اللي يعطيه لك التبيب والتبيب ياخذ بعض والطباء مش الكل ياخذوا نصايح ديليقي ميديكال اللي قاعد يروش في منتوجه ففرق كبير أو في الساعة كنا نلقاوله فرق كبير تكلفة كبيرة تقاها أي مرض بسيت ولا في تونس قريب يتكلف بين 150 دينار صحيح فبتني معاتك نجحة حسن السيزان اللي فاتت اشتايل اللي فاتت لحقيقة نسبة الناس اللي مرضوا برشا وتكلفين تعدويات اسمي ياسر غاليا نحس اللي ثم تغول كبير من المستشفى الخاص على المستشفى العمومي المستشفى العمومي في برشا هانيت في منزل ما رجعش العادتو منزل ما رجعش بش يأمن صحيا تونسي نقاو المستشفى الخاصة هي اللي قاعدة مهيمنة خاصة طب بالاسوان ونستغرب ونحن كيفاش أخيرا زيادة متع 30% اللي زادوها للطباء زادوا وحدهم مرجعية ويني وزارة الصحة اللي نرمامو أنا مش شبالي وزارة الصحة هي اللي زادت لكن كيفاش تزيد انت شنين مرجعية متاعك شكون مع انت انت في وسط المنظومة ككل بش تزيد وحدك كأحادي الجانب يزم ثم جهاز رقابي محايد الدولة يزم تقيم معنتها زيادة وتقيم خدمات الطبية كل واحد يزيد كما يحب على اي اساس اليوم نقاو واحد يخلص خمسين اللي اخ خمسة وعبعين ولي اخ خمسة وعبعين ستين واسساعة ووسط حتى الستين معنتها ستين وسبعين نجم لي متى جاي نلقاو حتى كما قلت انت سبعين معنتها الاحكاية لازمها تقنن ويزم تكون الدولة هي اللي تحسن في الموضوع لكنها كيف كيف الاسوان المرجعية متاحه وتعاقدية معها يزمها موجودة هي عسية متاحه يزمها ذيك تحترم اللي التونسي ولا كيمشي لتبيب ولا خايف خطت تكلفة ولا تغالي ولا تعالي برشا ما عادش تمشي مع شهريتو قديشي فتن المعدل العالمي متاع نسبة التكلفة متاع الصحة على المستهلك هذي كل يزمها تتراجع يزمها نشوفوها على خاطر صراحة ان التونسي ولا معادش يهتم بصحته على خاطر ولا التكلفة غالي برشا وهذا موضوع برشا مهم لانه مهم انه نهتمه بصحتنا وكي يقولوا صحتنا راه وصحت اولادنا زيدا اليوم ما فهم الناس ان كابابل انهم يهزوا اولادهم من الطبيب ويعديوا عليهم كوميل فو ويشريوا لهم الدويات متاحهم كاملة وإلا ساعات حتى يخذوا شوية دويات كي ما قتلك قبيلة وما يكملش لانه غير قادر انه يشري اللي في اللغض وناصر كل اليوم التونسي شنوه لازمو يعرف على الكنام خاطر اليوم التونسي ساعات تقاه مول خرط وما يعرفش شنية حقوقه وشنية واجباته ساعات ما يعرفش فلوس بش ترجع له وليه عنده الحق ما عندوش شنو يعمل بالبطط الكنام يعرف يزم يعرف الثقاف متاعه اللي بما اللي هو محدد يعرف ما يجاوزوس يعرف اللي الخدمات ثم اسوان مرجعية قاعد يزم يرجع لها ويمشي تو تونسي كيمشي الكنينيك بش ديوم يعرفش تكلفة متاعه أقل تدخل طبي راهي بالملين فهمتني صحيح ما عادش يعرفه يزم يرجع الاسوان مرجعية يشوف قبل ما يعمل تدخل طبي في أي مساحة الخاصة ولا يعني مستشفى خاص يشوف مرجعية الأسوان بش يعرف كيفاش كيف كيف كي ياخذ قتنام السيدالية متاع المساحة الخاصة يشوف شخذي دوية وش مخذيش نعطيك لازم يعني يلم بكل شيء يلم بكل شيء يدهم كما يقولوا يقع روحوا بعدك يدفع في برشة فلوس وكل شيء يعطيك الصحة الموضوع هذا مهم برشة ولكن لازم أكثر وقت بش نحكي فيه لأنه يهم صحة تتوينسر كون إن شاء الله صحة ديما لتوينسر كون يعطيك الصحة سيلوت في الرياحي رئيس المنظمة التنسية لإرشاد المستهلك الكلمة لك يا فادوة شكرا لك هودا صديق وشكرا لذايف الكاسيروت في الرياحي احنا تواب بش نعطيه الكلمة لزميل تيدور الربحي بش تقدم لكم موجز لأهم الأخبار وبعد راجعين بش نواصلو هاتي صحيح وي كانت